حياكم الله من جديد اكشن مع وليد وترقب كبير للمؤتمر الآن الذي يجري في إطلاق الهوية الجديدة لموسم الرياض 20-23 اليوم أعلن معالي المستشار تركي أهل الشيخ عن إطلاق الهوية الجديدة لموسم الرياض 20-23 طبعا معالي المستشار تركي بن عبد المحسن الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية وأبرز اليوم تفاصيل ومناطق موسم الرياض في نسختها الرابعة اللي راح تكون بهوية ابتكارية جديدة كليا تحت شعار بيك تايم حيث تؤسل هوية جديدة لرؤية مستدامة تصل بالموسم للأسواق العالمية راح يكون فيها طبعا أنشطة كثيرة في بيان مهم جدا صدر على موضوع المنطقة البوليفارد هول وبنوها خلال ستين يوم وتزيد عن مساحتها عن 200 ألف متر مربع وتتسع لأربعين ألف زائر يعني الزحمة راح تكون أقل في هذا العام لأن المباني والمساحة أكبر وراح يكون في منطقة في البوليفارد راح يكون في شعار بوليفارد سيتي مختلفة عن المواسم الماضية وراح تكون فيها تجارب عالمية ستين بالمئة منها تجارب جديدة وراح يكون في احتفال العملاق ديزني بذكراها المئوية إضافة إلى تجربة هاوس أوف هايب وهي أكبر تجربة للرب من العالم الفعلي والواقع الافتراضي عبر أكثر من ثلاثين تجربة تفاعلية أيضا راح يكون محبين الرياضة وكرة القدم في متحف راح يكون موجود ليجند وهو أول وأكبر متحف لأساطير كرة القدم في أكثر من ثلاثين ألف قطعة نادرة ويعتبر الفرع الأول في العالم بعد فرع مدريد وراح تضم المنطقة أيضا أول نادي رياضي متخص برياضة الملاكمة بالشراكة مع البطل العالمي مايك تايسون الاكتشاف وتدريب المواهب حول العالم إضافة طبعا إلى الأنشطة الترفيهية والفنية ثلاثة ثلاثين مسرحية متنوعة واحد وعشرين تجربة جديدة تناسب جميع الأذواق وراح يكون في جوائز أسبوعية عبارة عن سيارة مقدمة من الرعاية تم السحب عليها في مناطق المواسم وأيضا في حفل جوي أوردز أكبر حفل جوائز للترفيه في المنطقة راح يكون في نسختها الرابعة ويعني راح والله ما شاء الله يعني نأنشطة كثيرة لو أقرب أحتاج لي وقت طويل في فود تراكس في ألف سيارة نادرة بصراحة شغل السنة هذه راح يكون طبعا في المجال الرياضي الآن سيقام كأس موسم الرياض للترفيه السنة هذه راح يكون كأس موسم الرياض بمشاركة الهلال والنصر راح يواجهون نادي عالمي آخر بس هالمرة راح يكون بنظام دور النقاط للفرق الثلاثة يعني ما راح يكون مختلط الهلال والنصر لا الهلال الحالة والنصر الحالة ومعهم نادي عالمي آخر راح يلعبون دور من دور واحد بين ثلاث فرق إضافة رح يكون في مباريات عالمية أخرى في موسم الرياض وأضف إلها مهرجان المصارعة كراون جول بمشاركة البطل العالمي جون سينا وبطولة عالمية كبيرة للبادل بمشاركة أبطال العالم وبطولة كأس موسم الرياض للتنس بمشاركة أهم المصنفين في العالم الرجال وسيدات وعدد من الفعاليات الرياضية الترفيهية المختلفة وهذه كلها ضمن أنشطة موسم الرياض اللي ترعاه وتديره الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تماشياً مع رؤية السعودية عشرين ثلاثين أنشطة رياضية كثيرة محمد العنزي هالنسخة